المتابعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قناتكم القناة الطبية المتنوعة النهاردة هكلمكم في موضوع الطلب مني من أمهات كتير هو موضوع فرط النشاط وفرط الحركة وقلة الانتباه لدى الأطفال وكتير كانوا بيسألوا إيه المأكلات والمشروبات المناسبة للأطفال دي بحيث ما تبقاش هايبر زيادة أو ما يبقاش فيه فرط نشاط أو طول الوقت صهرانين طول الوقت عندهم حركة زيادة ونشاط زيادة أولا هنبدأ بالحاجات الممنوعات وبعد كده في النص الكلام هنفهم إيه الحاجات اللي مسموح بيها وإيه الحاجات اللي ممنوعة بيها أول حاجة الأسماك مسموحة طبعا الأسماك ولكن الأسماك عالية الزئبق يعني في بعض الأسماك بيبقى فيها نسبة زئبق عالية جدا وبالتالي ده بيبقى صعب الهضم وبيتراكم في المخ ويخلي الطفل هايبر اكتف ونشيط زيادة عن اللزوم وهو أصلا بيعاني من فرط نشاط فنبعد عن الأسماك اللي فيها نسبة زئبق زيادة ولكن بقية الأسماك العادية مفيش مشكلة منها خالص فيها أوميجا ثري وفيها دهون صحية جدا وهتفيده جدا للجسم بصفة عام كمان الأطفال اللي عندهم حساسية من أي طعام معين يعني مثلا في بعض الأطفال عندهم حساسية من الحليب أو من اللبن أو من الشوكولاتة أو من البيض أو من الطماطم أو من المنجة الحاجات اللي الطفل عنده منها حساسية يريد ما ندهلوش لأن دي غير أنها طبعا هتعمل له أعراض حساسية ومشاكل حساسية هتعمل لي مشاكل فرط الحركة وفرط النشاط وهتزود المشكلة دي كمان مشروبات الدرة ممنوعة خاصة اللي فيها نسبة فراكتوز عالية ونسبة كافيين عالية العنب شوية بيدي طاقة وفيه نسبة سكريات عالية برضو يعتبر ممنوعات الحلويات يعني مش كل شوية أديله مثلا شوكولاتة مش كل شوية أديله بومبون مش كل شوية أديله جاتو أديله كيك الحاجات دي كلها الحلويات الشرقية والغربية بصفة عامة كل الحلويات يستحسن نحن نقلل نسبة السكريات ونعتمد على الفكهة الطبيعية أو العصائر الطبيعية قليلة السكريات مش مضاف عليها أي نوع من أنواع السكريات المشروبات الغازية طبعا ممنوعة منعا باتا البابسي والكوكاكولا والسيفن أب والميراندا وكل المشروبات الغازية ممنوعة الكافيين ماينفعش طفله صغير هايبر اكتف أو عنده فرط نشاط وحركة عوده أنه يشرب شاي أو يشرب نسكافي أو لاتي أو كابوتشينو أو قهوة كل الكلام ده طبعا ممنوع الكافيين بكافة أنواعه كمان هي غير كده يعني الكافيين والمشروبات الغازية مع الطفل اللي عنده فرط حركة بتقلب معاه كمان بزيادة عدوان بيبقى عدواني أكتر الطفل عدواني أكتر وبيبقى بتزود من أعراض الانسحاب الاجتماعي الفكهة والخضروات قلنا الفكهة والخضروات كويسة خاصة الفكهة قليلة السكريات ولكن ممنوع منعا باتا الفكهة المجمدة لأن الفكهة المجمدة والخضار المجمد بيبقى فيه نسبة مواد حفظة عالية فيه نسبة فوسفيت اللي هو الفوسفيت العضوي اللي بيكافخوا به الحشرات نوع من أنواع المبيدات والحشرات وحاجات زي كده وبيبقى عالي الكيميائيات وفيه ألوان صناعية ونكهات صناعية ونسبة سكريات أعلى فكل الحاجات دي طبعا ممنوعة والأحسن نحن نعتمد على الخضروات الفراش الخضروات الورقية اللي فيها ألياف عالية زي الخيار الخاص البروكلي الجرجير كل الحاجات دي حلوة جدا وهتقلل معاه فرط النشاط والحركة مشروبات الطاقة طبعا ممنوعة تماما يعني إحنا مش عايزين حاجة تديله طاقة وتديله أنرجي وتعمله فرط النشاط وحركة فبالتالي كل مشروبات الطاقة اللي هي زي الريد بول وما يتبعها بقى كل مشروبات الطاقة طبعا بيبقى فيها نسبة سكريات عالية الممنوعة نسبة كفايين عالية وده ممنوع ألوان ومحليات صناعية ومنشطات ومنبهات كل دوت طبعا ممنوع منعا باتا أبتجي أركز مع الطفل هو معظم الحاجات اللي احنا قلناها هي فعلا مش مفيدة حتى للأشخاص العادية يعني الحاجات اللي فيها نسبة دهون عالية نسبة سكريات عالية لمشروبات الغازية الكفايين يعني عشان السيدة أو الأم تقول طب ما أنا هأكله إيه لا إحنا طبعا إحنا كل الحاجات اللي إحنا ذكرناها أغلبها أصلا حاجات مضرة للأطفال يعني أنا بدل ما أديله حتة جاتو أو حتة كيك من بره الأحسن إن أديله طفاحة أو إن أديله صمرة مش مش أو كيوي أو كومترة أو موز كل الحاجات دي من المسموحات البروكولي حلو جدا أو البروكولي الكرافس الجذر حلو جدا الجذر ممكن أأكله جذر عادي وممكن أضربوله في الخلاط لأن في أطفال كتير مش معتادة إن هي تاكل الجذر أو ما بتحبش الجذر الجذر ممتاز لو عندي ماشين بتاعة العصير الجذر حلو جدا ممكن أعمله طبعا بلاش مربة لأن المربة هيبقى فيها نسبة سكريات عالية ممكن نعمله عصير متزود مثلا حليب خالي الدسم أو متزود مية يعني برضو الصمرة أحسن ولكن لو مش متاح ممكن نعملها عصير أو نسلقها ونهرسها أو ندخلها في وسط الطبيق فالجذر ممتاز الخيار زي ما قلتلكم الكيوي الكومترة المكسرات ممتازة المكسرات زي ما بنقول كده قد كف اليد أو قد قبضة اليد كبشة اليد كده بنتجيله مكسرات ممتازة كلها أوميجا ثري ودهون مفيدة جدا كمان اللبن اللي هقدمه له ياريت يكون لبن خالي الدسم مش عايزين دهون الجبنة أو الجبن أو منتجات الألبان أو الزباج يستحسن تكون لايت أو دايت أو خالي الدسم مش عايزين ندخل دهون كتير في جسمه والمحليات الصناعية طبعا السكرين يعني حتى لو الطفل بدين شوية يستحسن إن إحنا نقلل السكر عن إننا نديله سكر الدايت أو سكر الرجيم والسكرين والكلام ده حلو جدا نبتدي نديله المشروبات اللي تهديه زي إيه المشروبات اللي ممكن تهدي معايا الينسون حلو جدا ينسون دافي الحليب الدافي أو حليب بينسون كاموميل أو شاي البابونج ممتاز فيه كمان أعشاب من الصيدلية ممكن تتباع بيبقى أعشاب مهدئة زي الأعشاب ريلاكسيشن أعشاب سيكم بيبي كالم أعشاب للتهدئة أعشاب للمساعدة على النوم بيبقى فيها أعشاب طبيعية زي الكاموميل أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وفادتكم وعرفتم المسموحات والممنوعات للطفل الهايبر اكتف أو الطفل اللي عنده فرط نشاط وفرط حركة وإلة انتباه بستقبل استشاراتكم واستفساراتكم الطبية في صندوق التعليقات طبعا بفكركم أني بطلع معاكم بس مباشر من حين لآخر بكون معاكم على الهواء مباشرة لاستقبال استشاراتكم واستفساراتكم الطبية وطبعا المشترك في القناة وانفعل زر الجرس هيوصلوا دايما إشعارات بمواعيد البث المباشر مش هطول عليكم بتمنى لكم دايما دوام الصحة والعافية واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر